موت أرتغل الألب وكيف أسس عثمان غازي الدولة العثمانية أولا قصة بامسي ألب وفقا للمصادر التاريخية وفقا للمصادر التاريخية فإن بامسي ألب هو أحد رجال أرتغلل الذين شاركوه في غزواته كما كان من المنتسبين إلى تنظيم الإخوة غازي إخوان الزئاب الذي شكله الغازي أرتغلل خلال معاركه مع الصليبيين الذي أدى دورا فعالا في تكوين الدولة العثمانية والذي كان السلاح الرادع لمجموعة الصليبيين الذين كانوا يعصون فسادا في أراضي المسلمين وحطم أنيابهم التي كانوا ينهشون بها أعراض المسلمين كما كان مسؤولا عن تدريب صغار المحاربين كان بامسي ألب رفيق الغازي هو وعبد الرحمن ألب وترغط ألب وسامسى ألب وفقا للمصادر التراثية فإن بامسي ألب شارك في حصار قلعة كارا جيسيار وكان من المجموعة التي تسللت في القلعة في خفاء وقد استطاع الوصول مع عشر من المحاربين إلى باب القلعة والقضاء على الحراس ورفع عالم الكاي والدولة السلجوقية عليها في أول انتصار حقيقي لأرتغلل كأميرا للقبائل التركمانية لم يذكر التاريخ شيئا عن موته إلا أن بعض المؤرخين الأطراق قالوا أنه قد عاش بعد الغازي أرتغرل وشارك مع عثمان الأول في غزواته حيث أن عثمان الأول قد عين بامسي ألب كأميرا على أحد الإقطاعات للدولة الفتية وتوفى بها بامسي بعد أن خدم الإسلام والمسلمين على صهوة جواده فكان بامسي ألب سيفا ودرعا لأراض المسلمين وساترا لأعراضهم فرحم الله البطل البامسي ألب الذي خدم الإسلام والمسلمين على صهوة جواده عندما كنا عظماء وفي زمن كان فيه سمونا ثانيا قصة ترغة ألب وفقا للمصادر التاريخية لم يذكر الكثير من المعلومات عن ترغة ألب وفقا للمصادر التركية فإن ترغة ألب هو واحد من رفاق السلاح الأقرب لعثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية حيث شارك ترغة ألب في فتح أورهانلي خلال فترة أورخان غازي وقد تحدثت المصادر عن ترغة ألب بأنه ساهم بشكل فعلي في الفتح بالمفهوم العسكري أثناء فترة تأسيس الدولة العثمانية ويزعم البعض بأنه ليس شخصية تاريخية وأنه كان شخص استوري ظهر في الروايات الشعبية وعلى الرغم من ذلك ذكر اسمه في بعض المصادر البيزنطية وفي أولى السجلات العثمانية أيضا لأعماله العسكرية المتعددة فكلمة ألب المذكرة في اسمه هو لقب ربما يشير إلى امتلاكه هو أو أبيه لشرف أو مكان معينة في الدولة السلجوقية وعقب وفاته سميت منطقة إيناغول باسمه وذكر بأنه أطلق عليها اسم أولاية ترغوت كما عصر في كتب للمؤرخين الذين عاشوا في أوائل عهد الدولة العثمانية بأن منطقة إيناغول كانت تسمى باسم ترغوت ألب ولكن رفعت عنها هذه التسمية تماما منذ القرن السادس عشر وعلى حسب الروايات المذكرة في المصادر العثمانية الأولى شارك ترغوت ألب إلى جانب عثمان غازي في معاركه وعقب ذلك كلف ترغوت ألب بفتح إيناغول كما أشير أيضا في المصادر إلى أن عثمان غازي جاء لمساعدته عندما تم محاصرة مدينته مدينة ترغوت ألب علاوة على ذلك كلف ترغوت ألب بتولي إمارة إدارة المدينة ثم شارك ترغوت ألب في فتح أرهان لي جنبا إلى جنب مع أرهان غازي وميهال غازي عندما خرج منها حاكمها هربا عندما سمع لنبأ قدوم أرهان غازي ليتم بهذا السيطرة على القلعة بكل سهولة اختلفت الروايات عن حياة ترغوت ألب وهل عاصر الغازي أرطغرل أم عثمان لكن سبت بأنه شخصية حقيقية وكما اختلف في الأصل في نسب الغازي أرطغرل هل هو ابن سليمان شاه أم ابن كنديز ألب فعلى الرغم من ثبوت وجود أرطغرل تاريخيا عن طريق العملات المسكوكة من قبل ابنه عثمان الأول والتي تحدد اسم والده بأرطغل إلا أنه لا يوجد أي شيء آخر ما روف عن وجه اليقين بخصوص حياته أو أنشطته حيث أنه لا توجد أي مصادر إسلامية أو بيزنطية معاصرة لأرطغل تتحدث عنه فعلي ثالثا قصة الغازي أرطغرل تبعا للمصادر التاريخية تكاد تنحصر أو تنطبق المصادر على ذكر قصة مرور أرطغرل ومحاربيه بجيشين يتقاتلان وسط الجبال أحدهما جيش تاب للسلطان علاء الدين السلجوقي والآخر تابع للأعداء المغول أو الصليبيين وأن أرطغلل عندما رأى هذا تدخل بجنوده لترجيح كافة المسلمين ضد خصومهم بعد أن كانت لصالح الأعداء والبعض قالوا أن علاء الدين نفسه كان على رأس هذا الجيش الذي أنقذه الغازي أرطغرل يقول محمد فريد بيك وبعد تمام النصر علم أرطغر بأن الله قد قيده لنجدة الأمير علاء الدين سلطان كونية فكافأه سلطان علاء الدين على مساعدته له بإقطاعه عدة أقاليم مدن وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا عليه أي أرطغرل الغازي وعلى رجاله وكان عقب كل انتصار يقطعه أرضا جديدة ويمنحه أموالا جزيلة ثم لقب قبيلته بمقدمة السلطان وذلك لوجودها دائما في مقدمة القيوش وتمام النصر على يديه وكانت فتوحات أرطغرل واقطاعات سلطان السلاجي قاله بل أنادول بمثابة النواهي التي ورسها والده دون أن يدري أن والده وأحفاده سيؤسسون هذه الدولة العظيمة التي وصلت في أقصى امتداد لها على مساحة حوالي 20 مليون كيلو متر مربع وأن يستمر سلطان هذه الدولة ستة قرون من الزمان أبناؤه تأكد معنا وجود ولدا لأرطغرل اسمه عثمان وأنه قد ولد عام 656 هجريا ورغم وجود ذكر الأولاد آخرين لأرطغرل إلا أن التاريخ حفظ لنا قصة صاحب البروز والتأثير في خريطة العالم بأكمله السلطان عثمان غازي حيث صار على طريق والده في الجهاد ومقارعة الكفار لمس لأبيه لقب الغازي عملا بحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق وأصبح اتخاذ هذا اللقب نسلا للخلفاء العثمانيين من بعده كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش لايك للفيديو ولو أنت أول مرة تشوفني ياريت تعمل سبسكرايب لي القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا أول بول وقولي أن أنت مشترك جديد في الكومنت وأنا إن شاء الله رح حبيك والناس اللي عندكم لها ترحب بيك السلام عليكم شكرا